اشتركوا في القناة فكرة التطبيق كاملة فكرة التطبيق بهذا الشكل ان كل ما بتسجل رحلة انت مسافر عليها يعني مثلا لو نقول من السعودية الى دبي بعدها من دبي الى السعودية بهذا الشكل هيجيب لك عدد رحلاتك اللي هو بطول العمر طبعا مثلا سافرت في السنة 5 هنا بيكون 5 بعدها بيكون 6 و 7 بهذا الشكل هنا بيجيب لك عدد الاميال اللي انت قطعتها برحلاتك يعني مثلا هو بيحسب من السعودية الى دبي مثلا لو نقول 1000 ميل او 1200 كيلو بيضيفها هنا بدل الصفر كل ما بتضيف رحلة في البرنامج هو بيضيف لك هي عشان تشوف انت قديش سافرت خلال هذا الشيء هنا اللي هو المدن كما المدن اللي انت رحت لها يعني مثلا لو قلنا جدة دبي لندن مثلا هادي ثلاث مدن بيضيف لك هنا بدل الصفر بتكون ثلاث مدن وبهذا الشكل طيب طريقة الاضافة جدا سهلة بتضغط على علامة الزائد بعدها بتعطيه السماح مثلا هنا اقرب مطار نحدد جدة هنا بيجيب لك حط لفين انت بتروح لو مثلا بنروح دبي بيختار هنا دبي سار من جدة الى دبي الان بيقول لك حدد التاريخ اللي انت بتروح في هذا اليوم ثلاثة وعشرين مثلا بنحدد يوم اربع وعشرين هنا بيجيب لك كل الرحلات اللي في يوم اربع وعشرين اللي في مطار جدة تقدر تختار الرحلة اللي انت رايح عليها طبعا هنا شركة الخطوط اسمها فلاي دبي هنا رقم الرحلة هنا الساعة كم بتروح الساعة كم بتوصل وكم عدد الساعات اللي بتكون فيها طبعا هذه عشر ساعات اكيد فيها ترانزيت أو عفوا هنا بعد عشر ساعات حتحل عليك الرحلة يعني بعد عشر ساعات حتكون هذه الرحلة هنا بعد 12 ساعة 44 دقيقة هنا بعد 15 ساعة بهذا الشكل طيف لاي ناس وهنا للإمارات لو مثلا نقول الرحلة على السعودية بهذا الشكل نضغط الآن جب لك من جدة إلى دبي الإقلاع الساعة 12 و 20 دقيقة مساء هذا رقم الرحلة هذا وقت الإقلاع هذا وقت الوصول حتحل علي الرحلة مثلا بعد 21 ساعة حتكون الرحلة طيب هنا اللي هو مي اللي هو أنا اللي مسافر لو في أحد معاك مسافر مثلا زوجتك عيالك وانت مخزن أرقامهم عندك بتضغط على علامة الزائد وبتضيفهم من جهات الاتصال عندك طيب لو حابين نحط العودة مثلا بنضغط علامة الزائد وبنعكسها بنضغط من مطار دبي الآن بنختار إلى مطار جدة بيجيب لك التاريخ مثلا احنا رحنا 24 بنرجع يوم 25 بيجيب لك رحلات العودة بهذا الشكل بتختار الرحلة اللي انت بتكون عليها بيقول لك بتضيفها في نفس الرحلة هذه او بتختار كرحلة جديدة احنا بنقول له The Strip يعني نفس الرحلة اللي هو الذهاب والعودة بيجيك بهذا الشكل من جدة لدبي من دبي إلى جدة طبعا بتنضف التقويم تبع الايفون بشكل آلي المميزات انه بينبهها قبل الرحلة بساعتين وبينبهها قبل الرحلة بساعة والاهم من هذا التطبيق هو ليس للمسافر فقط يعني اللي بيستفيد منه اكثر شيء هم اقارب المسافر كيف يعني؟ يعني انا فرضا لو انا المسافر اخوي حابب يتطمن علي او يشوف فين واصلة فهو حيضيف في البرنامج عنده تفاصيل رحلتي بهذا الشكل زي ما احنا سوناها اضفنا وقتها هو بيدخل وقتها بيدخل على التطبيق وقت ما تقوم الرحلة معايا انا هكون المسافر هيجلس يشوف الطيارة وهي مسافرة بهذا الشكل يتبعها يتبع مسارها هيعرف متى اقلعت بالضبط تأخرت دقائق عشان يطمن اول ما يسير الهبوط يعني اول حتى ما ترفع العجلات تبع الطيارة بييجي تنبيه انه الان ترفعت عجلات الطيارة اول ما تحط عجلات الطيارة على الارض بييجي تنبيه من البرنامج انه الان هبطت الطيارة بسلام التطبيق جدا مفيد يعطيكم الف عافية لا تنسونا من لايك والسبسكرايب وسفريات ممتعة والف سلامة للجميع ايضا نسيت نقطة جدا مهمة التطبيق يدعم ساعة ابل كل التنبيهات بتجيك بشكل رهيب على ساعتك فجدا مميز اشتركوا في القناة